السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدولة الصفوية الشيعية ينتسب الصفويون إلى صفي الدين الأدربيلي الذي عاش في الفترة من 650 هجرية إلى 735 هجرية وهو أحد شيوخ الصوفية وقد درس في مطلع حياته العلوم الدينية والعقلية في موطنه ثم ارتحل إلى شيراز واتصل بالشاعر المعروف سعد الشيرازي ثم رحل إلى أدربيل ومنها إلى كيلان ودخل في زمرة الشيخ زاهد الكيلاني وتزوج ابنته وخلفه في الطريقة وعاهد إلى أبنائه وأتباعه بالعمل على جذب الأتباع والدراويش والاجتهاد في نشر طريقتهم والدعايلة وكان هؤلاء ينتسبون إلى المذهب الشيعي شهدت إيران فترة عصيبة ضاعت فيها حقوق المواطنين وساءت معاملتهم في الفترة التي سبقت قيام الدولة الصفوية فبهد ذلك الطريق أمام شيوخ الصفويين وتحولوا من أصحاب دعوة وشيوخ طريقة إلى مؤسسي دولة لها أهدافها السياسية والمذهبية وكانت إيران آنذاك مقسمة إلى عدة أجزاء يحكمها عدة حكا ويستقل كل منهم بما تحت يديه فعاش الناس حياة قلق يشبها الصراع على الحكم وبحثوا عن مخرج لذلك ناشدين الراحة والهدوء فلم يجدوا أمامهم سوى أن يكونوا مريدين وأتباعا لشيوخ الصفويين وطريقتهم وذلك في الوقت الذي آلت فيه رئاسة الأسرة الصفوية إلى إسماعيل الإبن الثالث لحيدر حفيد الشيخ صفي فأسس إسماعيل الدولة الصفوية في عام 907 هجرية ثم دخل تبريز وأعلن نفسه فيها ملكا على إيران وتلقب بأبي المظفر شاه إسماعيل الهادي الوالي وأصدر السك باسمه وفرض المذهب الشيعي وجعله المذهب الرسمي لإيران بعد أن كانت تتبع المذهب السني وقال حين أعلن ذلك لا يهمني هذا الأمر فالله وحضرات الأئمة المعصومين معي وأنا لا أخشى أحدا وبإذن الله تعالى لو قال واحد من الرعي حرفا فسأسحب سيفي ولن أترك أحدا يعيش وأمر المؤذنين أن يزيدوا في الآذان عبارتي أشهد أن علي ولي الله وحي على خير العمل مضى الشاه إسماعيل في إرساء قواعد دولته وترسيخ دعائم مذهبه وتنظيم إدارة بلاده فاتخذ من حسين بيكل الله نائب له وجعل الشيخ شمس الدين اللهيجي حاملا للأختام واستوزر محمد زكريا ثم قضى على قبيلة آقيونلو ودخل الشيراز وقر فيها مذهبه الشيعي فأصبحت إيران دولة شيعية بين قوتين سنيتين هما الهند والأطراك من جهة الشرق والعثمانيون والشام في الغرب خلف الشاه طهماسب الأول أباه إسماعيل الأول على العرش في يوم الاثنين التاسع عشر من رجب عام تسعمائة وثلاثين هجرية وحاكم أكثر من نصف قرن دخل خلالها في حروب كثيرة مع العثمانيين والأوزبك وكورجستان ثم خلفه ابنه الشاه إسماعيل ميرزا الذي تلقب بالشاه إسماعيل الثاني في عام تسعمائة واربعة وثمانين هجرية واعتمد سياسة الاعتدال في نشر المذهب الشيعي فأبعد عددا من علماء الشيع المتعصبين عن بلاطه وأمر بمنع لعن الخلفاء الثلاثة والسيدة عائشة فوق المنابر وفي الطرقات وحاول إعادة المذهب السني إلى البلاد بالتدريج مما أثار عليه حفيظة الطبق الحاكمة وأغلبية المجتمع وقرروا عزله وتعيين ابن أخيه حسن ميرزا إذا لم يتراجع عن ذلك فعمل على تهدئة الثورة التي قامت ضده وأبعد علماء المذهب السني عن بلاطه ونقش على السك بيت مضمونه أن علي وآله أولى بالخلافة في العالم الإسلامي كله لم يتمكن الشاه إسماعيل الثاني من البقاء في الحكم فترة طويلة حيث قتل وقد اختلفت الروايات في كيفية قتله وتم اختيار محمد خدابندا ملكا على إيران في عام تسعمائة وخمسة وتمانين هجرية فكثرت في عهد للترابات التي لم يستطع السيطر عليها إذ لم يكن جديرا بالحكم فخلفه ابنه الشاه عباس الأول على العرش من عام تسعمائة وستة وتسعين هجرية إلى عام 1038 هجرية ويعد عهده من أبرز عهود الحكم الصفوي في إيران وأهمها إذ عامل على رفاهية شعبه وتعمير بلاده ونقل عاصمة دولته من قزوين إلى أصفهان وعاد الحكم المركزي إلى الدولة الصفوية على الرغم من الصعوبات والحروب الكثيرة التي اعترضت سبيله ونجح في إقرار أمن بلاده وتأمين رعياته واتخذ مجلسا لبلاطه ضم سبعة أشخاص بسبعة وظائف هي اعتماد الدولة رقن السلطنة رقن الدولة كابيرا لياوران قائد حملة البنادق ورئيس الديوان وكاتب مجلس الشاه وبالرغم من وجود هذا المجلس كان هو صاحب القرار الأول والأخير في الدولة ثم توالى على حكم الدولة الصفوية عقب وفاة الشاه عباس الصفوي شاهات ضعاف أدى السراع فيما بينهم على السلطة إلى ضعف الدولة فضلا عن أن ذلك أعطى الفرصة للأعداء الخارجيين الذين كانوا متربسين بالدولة وبخاصة الأتراك العثمانيون لغزوها ومحاولة السيطرة عليها وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرا من الرحال الأوروبيين الذين وفدوا على بلاط الصفويين وصفوا مدى الأبها والعظم التي وفرها الصفويون في بلاطهم ولعل أبرز ما كان يميز هذا البلاط هو سيطرة رجال الدين والتساع نفودهم حتى بات أمر الدولة كله في أيديهم نظرا إلى أنها دولة مذهبية اتخذت من الدين أساسا لقيمها والدعوة إلى مذهبها بدأ نجم الدولة الصفوية في الأفول عقب وفاة الشاه عباس الصفوي وحكمها صفي الدين عام 1038 هجرية عباس الثاني عام 1052 هجرية ثم سليمان الأول عام 1077 هجرية ثم حسين الأول عام 1105 هجرية ثم طهما صب الثاني عام 1135 هجرية ثم عباس الثالث الذي حكم من عام 1144 هجرية إلى عام 1148 هجرية وجميع هؤلاء الشاهات الصفويين لم تكن لديهم الصفات التي تمتع بها الشاه عباس الأول وبدأت الأمور أمامهم مجرد مظاهر ملكية يجب الحفاظ عليها ونسوا أمور بلادهم فضعفت الدولة وضاعت هيبتها وسقطت أزاؤها واحدة والأخرى فضاعت الدولة وسقط العرش وسقطت الدولة الصفوية في عام 1148 هجرية فانقسمت إيران إلى عدة مناطق منفصلة تمكن الصفويون من إقامة دولة قومية لهم في إيران على أسس مذهبية وأحيوا بها الروح القومية ووحدوا عناصر الشعب تحت لواء مذهبهم الذي قاموا بنشره بالترهيب والترغيب بين الطبقات كافة وانتفع الصفويون في تكوين حضارتهم بالصراع العسكري في حروبهم ضد العثمانيين إذ كلفوا روبرت وعنطوني شيرلي الإنجليزيين بإنشاء مصنع للمدافع لهم فكان سببا من أسباب تقدم حضارتهم العسكرية وانتقل طهماسب بعاصمة بلاده من تبريز إلى قزوين نتيجة توغل السلطان العثماني سليمان القانوني في العراق ثم في تبريز وأصفهان وأخذ طهماسب في بلاطه الجديد بكل أسباب التحضر والتأنق والدقة حيث كان خطاطا ماهرة ولو دراع عالية بفنون النقش من خلال دراساته في هذا المجال وفي سنة ألف وسبعة هجرية نقل الشاه عباس الصفوي عاصمة بلاده إلى أصفهان فدبت بها حياة جديدة وراجت بها التجارة وازدهرت الصناع والفنون وعمد الشاه عباس إلى تطوير الجيش وتحديثه فاستبدل جيشه القديم المكون من قوات قبلية بجيش نظامي جديد واستحدث فيه فرقة عسكرية جديدة أطلق عليها اسم أصدقاء الملك وكانت هذه الفرقة تضم عشرة آلاف فارس وكان ضعف هذا العدد من المشات ثم مضى في طريق التحديث العمراني فشيذ الطرق وشق القنوات وعد الأماكن اللازمة لنزول القوافل التجارية في طول البلاد وعرضها وأقام مدينة ملكية جديدة في أصفهان وجعلها محاور للمدينة القديمة وأنشأ بها الإنشاءات اللازمة ثم ضعف هذه الإنشاءات في عام 1020 هجرية وبنى لنفسه بها قصرا عظيمة وأنشأ حول ميدانه مسجدا كبيرا أسماه مسجد شاه وجعل بجواره مسجدا آخر أصعر منه وحط المدينة بصور من الآجر والطين وأقام بها الأسواق المسقوفة و162 مسجدة و48 مدرسة دينية وألفي رباط لإقامة القوافل و300 حمام عام وجعل لكل منزل بها حديقة خاصة كما جعل شوارع هذه المدينة متعرجة وضيقة ربما لأسباب أمنية ودفاعية فبلغت أعداد السكان بالمدينة الجديدة نحو 600 ألف نسمة في ذلك الوقت ولقد بقيت آثار هذه المدينة شاهد صدق على عظمة الحضارة الصفوية إلى وقتنا الحاضر